كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مصر صديق مقرب من بلاده وشريك استراتيجي وشدد بوتين على أن التعاون بين روسيا ومصر قائم على أساس المساواة والاحترام المتبادل مصر صديقنا القريب وشريك استراتيجي نحن نتعاون على أساس المساواة والاحترام المتبادل وأخذ مصالح بعضنا البعض بعين الاعتبار على الضوء اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي الذي أبرمناه مع فخامة الرئيس سيسي في مدينة سوتي في أكتوبر 2018 فإن التبادل التجاري يزداد بالدأب وفي تسعة أجهر من الصنة الماضية هو يزداد بـ 28.8% فهناك المشاريع على قدم وصاق في مجال الزراعة الطاقة والمحرقات في التعاون في مجال الغذاء نحن نقوم بالعمل على إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في منطقة الاقتصادية لقناة السويس وتابعا هناك الفرص أمامنا التي تفتح وتنفاتح على الضوء انضمام مصر إلى مجموعة بريكس ترجمة نانسي قنقر